الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية دليلكم لإغناء عيد الحب بالمزيد من اللون الأحمر الصحي تحتوي العديد من الخضار والفواكه الحمراء على تراكيز عالية من مضادات الأكسادة الصحية والفعالة مثل الليكوبين والأنثوسيانينات التي تلعب جميعها دورا هاما في مواجهة أمراض القلب وبعض السرطانات وتحمين من الجذور الحرة وتقلل خطر السكتة الدماغية والدمور البقاعي الذي يعتبر سببا رئيسيا للعامة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاما فيما يلي شرح مبسط عن أهم الأطعمة الحمراء التي يجب أن تتواجد دائما في حمياتنا الغذائية واحد الفريز أو الفراولة مصدر جيد للفولات أو حمض الفوليك التي تحسن صحة القلب وتفيد النساء في سن الإنجاب كما أن حمض الفوليك يفيد في تقليل خطر حدوث عيوب الأنبوب العصبي خلال تطور الجنين من جهة أخرى يعتبر الفريز مصدرا جيدا لفيتامين سي الذي يعزز وظائف الجهاز المناعي تناول الفريز طازجا أو قم بخلطه مع حبوب الفطور ومزشه مع الحليب أو اللبن وإضافته للكوكتيلات اثنان الكرز يحتوي نسبة عالية من الألياف كما أنه غني بالفيتامين سي والبوتاسيوم الذي يساعد على خفط ضغط الدم تناوله طازجا أو مجففا أو قم بمزجه مع حبوب الفطور والكوكتيلات ثلاثة البندورة أو الطماطم مصدر جيد للليكوبين الذي يرتبط بالوقاية من هشاشة العظام والحماية من سرطان البروستات إضافة إلى العديد من الأدلة التي تشير إلى دوره ضد سرطان الثدي كما تعتبر البندورة مصدرا جيدا للبوتاسيوم والفيتامين سي مما يجعلها مفيدة لصحة القلب أيضا يمكن تناول الطماطم طازجة أو مطبوخة مع السلسات والبيزا والمعكرونا والعديد من الأطعم الأخرى أما إذا كنت تعاني من اضطرابات هضمية عند تناول البندورة يمكنك قراءة مقالنا على الرابط الموجود أربعة البطيخ الأحمر يعتبر مصدرا رائعا للليكوبين أيضا وبالتالي فهو يساعد في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليستيرول الضار كما يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأولها البروستات إلى جانب الفوائد المذكورة لمضادات الأكسادة يمكنك إضافة البطيخ الأحمر إلى نظامك الغذائي بأكله طازجا أو بتناول عصيره المنعش خلال أشهر الصيف تتميز أصناف الجريب فروت الوردي والحمراء أيضا بمستويات عالية من المواد المضادة للأكسادة مثل الفيتامين سي وهي أكثر غينا بالليكوبين من الأصناف التي يميل لونها إلى الأبيض كما أنه مصدر جيد للبكتين الذي يساعد على خفض نسبة الكوليستيرول لذلك قم بتناول جريب فروت طازجا أو كعصير 6- الفليفل الحمراء مصدر هام للفيتامين A الذي يتسم بأهميته للجلد والعظام والأسنان كما أن محتواها من الفيتامين C يتجاوز تلك الموجودة في الحمضيات يمكن أن تطوم إضافتها بشكل طازج إلى الصلطة والحساء أو طهها في العديد من الوجبات 7- الشواندر أو الشمندر يعتبر الشواندر مصدرا جيدا لكل من الحديد وحمض الفوليك كما أنه يحتوي على النترات والبيتائين والميجنيزيوم ومضادات أكسادة أخرى أهمها البيتاسيانين كما أن له دورا في خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي ومنع الخلف يمكنك إضافة الشواندر إلى نظامك الغذائي بإضافته إلى الصلطة أو الحساء 8- الفجل غني بالألياف وحمض الفوليك وفيتامين B6 والبوتاسيوم ولذلك يحتوي كميات جيدة من النحاس والميجنيزيوم والميجنيز والكالسيوم كما يحتوي الفجل على مجموعة من المركبات التي تسمى إيزوثيوسيانات والتي تبين أنها فعالة ضد أنواع معينة من السلطانات ويمكنك تناول الفجل طازجا أو قم بإضافته إلى الصلطة 9- التفاح الأحمر التفاح بشكل عام غني جدا بمضادات الأكسادة الهامة واللفلافونويدات والألياف الغذائية وتساعد المغذيات النباتية ومضادات الأكسادة الموجودة في التفاح على التقليل من تطور السلطان وارتفاع الضغط والسكري وأمراض القلب بالإضافة للعديد من الفوائد الأخرى التي يمكنك أن تجدها في مقالنا على الرابط التالي تناول التفاح طازجا لوحده أو مع صلطة الفواكه والكوكتيلات أو مطبوخا مع الفطائر والحلويات 10- الملفوف الأحمر ينتمي الملفوف الأحمر إلى عائلة الكرنب النباتية الغنية بالعديد من المواد المغذية والمركبات الكيميائية النباتية المفيدة صحيا مثل الفيتامين سي والأنثوسيانينات والكلكوكوزيونولات كذلك يحتوي الملفوف الأحمر على الفيتامين كي ولكن بكمية أقل من تلك الموجودة في الملفوف الأخضر للمزيد حول الاختلاف بين الملفوف الأحمر والأخضر يمكنك الاطلاع على مقالنا على الرابط الموجود كما يمكنك إضافة الملفوف إلى السلطات لزيادة قيمتها الغذائية 11- البصل الأحمر ويعرف أيضا بالبصل الإسباني وهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والمجنيزيوم والبوتاسيوم والمجنيز والفيتامينات كي وسي وبي ستة والثيامين وحمض الفونيك كما يحتوي على المركبات الكيميائية النباتية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم ومنع الأمراض المزمنة يمكنك إضافة البصل الأحمر إلى السلطة أو السنويش خاصة وأن لونه سيطفي منظرا جميلا عليها 12- الخوخ الأحمر يحتوي على الألياف الغذائية والسوربيتول والإزاتين التي تتميج جميعها بالمساعدة على تنظيم حركة الجهاز الهضمي والتخفيف من مشاكل الإمساك كما أنه غني بمضادات الأكسادات القوية في الفيتامينات كالفيتامين A والفيتامين B والبيتاكاروتين إضافة إلى الفلافونوئيدات التي تعمل ضد الجذور الحرة وتلعب دورا في الأمراض المتعلقة بالشيخوخة كما يحتوي على كميات وافرة من المعادن مثل البوتاسيوم والفلورايد والحديد تناول الخوخ طازجا أو مجففا أو على شكل عصير منعش مصدر جيد للألياف الغذائية القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان والتي تساعد في حركة الأمعاء والهضم كما يشير خبراء التغذية إلى دور الرمان في إنقاص الوزن والسيطرة على مستويات الكوليستيرول وتحسين الدورة الدموية كما أنه يلعب دورا في الحماية من السرطان وخاصة سرطان البروستات علاوة على ذلك في الرمان مصدر جيد للعديد من المركبات الحيوية كفيتامينات المجموعة بي والفولات والفيتامين كي والمعادن مثل الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والمكنيز تناول الرمان طازجا أو شربه كعصير يمكنك التعرف على فوائد عصير الرمان من خلال الرابط الموجود في المقال كما يمكنك الاطلاع على مقالاتنا السابقة حول إعادة تدوير قشور الرمان لاستخدامها كمكملات غذائية ودوره فيلزهايمر على الروابط 14- التوت البري يحتوي نسبة عالية من الألياف التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيء LDL كما أنه يحتوي على مركبات فينولية كالأنثوسيانينات والتانينات وغيرها من المركبات التي تعمل كمضادات للأكسادة والسرطان والشيخوخة والالتهابات والأمراض العصبية التنقسية كما يعد التوت الطازج مصدرا ممتازا لكل من فيتامينات A وC وE وK ومجموعة الفيتامينات B كما أنها تحتوي على كمية لا بأس بها من المعادن مثل البوتاسيوم والمجنيزيوم والنحاس والحديد يمكنك تناول التوت البري طازجا أو كعصير أو استخدمه لإضفاء لمسة جميلة على أطباق الحلويات سنوافيكم في مقالاتنا القادمة بتفاصيل الفوائد الصحية لهذه الأغذية وغيرها شكرا لحسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر